وينضم إلينا ميندي لاور ريتشارد شميرر الدبلوماسي الأمريكي السابق مساء الخير سيد شميرر أهلا بك على شاشة الغد بخصوص هذه الجولة السادسة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة أسأل ماذا في جعبة بلينكين هذه المرة من وسائل لتحقيق التوصل إلى هدنة ولو مؤقتة في غزة أعتقد أن الولايات المتحدة ومشاركاتها الدبلوماسية في المنطقة تستمر على مستوى عالي رأينا مكالمة بالأمس بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نيتنياهو أعتقد أن هذا يساعد بشكل كبير في توضيح موقف الولايات المتحدة بشأن قضايا مثل رفع والمساعدات الإنسانية أعتقد أن زيارة الوزير بلينكين تتضمن مصر والسعودية ستكون هناك محاولة لأن يكون هناك توصل لما بعد الحرب والي تأسيس دولة فلسطينية وهذا يستفد إسرائيل بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وهذه هي الجهود الدبلوماسية التي تسعى الولايات المتحدة إلى إنجازها يعني سيد شميرر المحطة السعودية ربما أنت أشرت إلى أنها ربما تستفز إسرائيل باعتبار أنه كانت هناك محاولات لتطبيع العلاقات بين رياض وتل أبيب هل ما فهمته صحيح بأنه اختيار السعودية في هذه الجولة السادسة لبلينكين لم يكن مصادفة؟ أعتقد أن السعودية بالفعل أشارت إلى أن هناك عزم للمساعدة في الوصول إلى تسوية للنزاع ما بين إسرائيل وفلسطين وأعتقد أن السعودية إذا ما سعت لمصار الوصول إلى دولة فلسطينية سوف تنظر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وهذا مهم بالنسبة لإسرائيل وأنا أعتقد أن هذه المناقشات في السعودية يمكن أن تولد حوافز لإسرائيل لأن تبحث عن سبل لتعزيز التعاون مع دول الجوار وهذا قد يقلل من قبولها في المنطقة وهذا من أهم نتائج زيارة الوزير للمنطقة والسعودية طيب يعني بينما هناك أحاديث عن الدولة الفلسطينية المستقبلية لا تزال الآلة العسكرية الإسرائيلية تقتل في الفلسطينيين كنا نتحدث قبل قليل مع زملائي في غزة عن مجازر جديدة تستهدف من ينتظر المساعدات الإنسانية 25 قتيلا فلسطينيا شهيدا يعني ارتقوا قبل قليل من حديثنا هذا سيد ريتشارد هل هناك استراتيجية أمريكية واضحة لوقف القتال في غزة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هل هناك وسائل ربما لم تستخدمها الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل تحقيق هذا الهدف أعتقد أن الوزير بلينكينت صرح اليوم بأن الأزمة الإنسانية في غزة حيوية وضرورية وأنا على ثقة من أن الولايات المتحدة تشارك مع الشركاء والحلفاء لضمان دخول هذه المساعدات الإنسانية إلى غزة قدر المستطاع لقد قمنا بإسقاط مساعدات إنسانية بدأنا إرسال المساعدات عبر البحر وسوف نستمر في الضغط على إسرائيل وعلى غيرها للسماح لفتح الحدود نحن ندرك بأن هذه أزمة إنسانية وسوف نبدل ما في وسعنا لجعل كل الأطراف تستطيع أن تقدم المساعدات الإنسانية لشعب غزة ولكن أنتم ترسلونا المساعدات وترسلونا أيضا الأسلحة التي يقتل بها من ينتظر هذه المساعدات سيد ريتشورد هناك نقطتان أولا من سوء الحظ بأن الوضع الأمني في غزة يجعل من الصعب للمساعدات الإنسانية أن تصل أكثر احتياجا هناك حاجة لعملية من خلالها يمكن زيادة الأمن في غزة للسماح بالمساعدات الإنسانية لأن تصل لمن يستحقونها بالنسبة لإسرائيل ودعم إسرائيل نحن ندعم إسرائيل وجهود إسرائيل لتخلص من التهديد الذي تفرضه حماس وأوضحنا بأن إسرائيل ينبغي أن تتخذ خطوات وتدابير ولا تستخدم أنشطة عسكرية وساعة النطاق في رفع وأن تخفض من الأنشطة العسكرية ونحن نحاول أن نصل إلى وقف الإطلاق النار مما يسمح بإطلاق سراحة الرهائن كل هذه هي جهود دبلوماسية شاركة في الولايات المتحدة مع إسرائيل ومع أطراف أخرى في المنطقة وأسألك وأنت دبلوماسية مخضرم وعملت في بلدان عربية ولك تاريخ طويل في الدبلوماسية الأمريكية هل تؤمن بالفعل بأن إسرائيل ستحقق هدف القضاء التام على حماس لا أعتقد بأن هناك أي وسيلة للقضاء نهائيا على حماس ولكن أعتقد بأن التهديد العسكري والأمني لحماس يمكن مواجهته وهذا ما تسعى إليه إسرائيل أعتقد أنها تستطيع أن تفعل ذلك بدون أن تقوم بعمليات عسكرية واسعة النطاق تهدد حياة الفلسطينيين تستطيع أن تقوم بذلك بأن يكون هناك عمليات أكثر استهدافا من هذا وأعتقد أن إدارة بايدن تقدم الإرشادات لإسرائيل في هذا الأمر وبالتالي هذه نصيحة تقدم لإسرائيل وعليها أن تأخذ بها أو أن تختار مصار آخر وهل تعتقد بأن إسرائيل تستمع إلى هذه النصائح وهذه الإرشادات يعني هذه النصائح التي قدمت خلال الستة أشهر الماضية أصفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 ألف فلسطيني سيد شميرر بالتأكيد الوضع في غزة مأسوي أعتقد أن معظم المراقبين الأمريكيين يرون بأن إسرائيل لم تتبع نصيحة إدارة بايدن كما قدمت منذ البداية وكان من المفترض أن تخذ مزيد من التدابير في هذا المصار ولكن يمكن أن تقدم حوافز مثل الإفراج المحتمل عن الرهائن تضيع العلاقات مع الدول العربية هذه الحوافز أعتقد يمكن أن تجعل إسرائيل تتخذ مصار مختلفة وأن تتعامل بطريقة مختلفة مع تهديد حماس أعتقد أن حكومة الولايات المتحدة تحاول أن تقنع إسرائيل بذلك هل يمكن أن ينجح في وجهة نظرك الاجتماع المقبل الذي يضم مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومسؤولين أمريكيين في واشنطن هل يمكن أن ينجح في منع إسرائيل ومنع حكومة نيتنياهو من اقتحام مدينة رفاح أمل ذلك أمل أن تكون هذه هي نتيجة الاجتماع الولايات المتحدة أو تحت بأننا لن ندعم أي عملية عسكرية ضد رفاح ما لم تكن هناك هناك أكثر من مليون لاجئ هناك يمكن أن يصلوا إلى مكان آمن قبل ذلك هذه المناقشات التي أجريت من الوفد الإسرائيلي هنا في واشنطن العاصمة وأملوا بأن العسكرية والقادة الآخرين يمكن أن يقنع إسرائيل بأن هناك طريقة أخرى للتعامل مع تهديد حماس بدلا من العمليات العسكرية وساعة النطاق ضد حماس في رفاح وهذه هي النتيجة التي يمكن أن تعتبر بها الجهود الدبلوماسية ناجحة هل تدرك قيادة البيت الأبيض هل يدرك المسؤولون في إدارة بايدن وبايدن شخصيا بأنهم سيتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية في حال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة رفاح؟ بالتأكيد إن إدارة بايدن أوضحت بشكل كبير بأنها لا تدعم أي اقتحام أو استخدام لأنشطة عسكرية وساعة النطاق من قبل إسرائيل ضد حماس في رفاح في ظل هذه الظروف الحالية على الأقل مليون لاجئ يجتمعون في رفاح هذه هي المحادثات التي أجريت هنا في واشنطن حيث إن الوفد الإسرائيلي استمع إلى ذلك وأعتقد أن أي من يتابع إدارة بايدن يعرف أن ليس هناك أي دعم لأي أنشطة عسكرية ضد حماس في رفاح في ظل هذه الظروف الحالية يعني تقول أنه ليس هناك دعما عسكريا يعني وأعيد وأكرر يعني سؤالي إذن لماذا ترسل الإدارة الأمريكية السلاح والذخيرة التي يقتل بها الفلسطينيون بواسطة القوات الإسرائيلية للشهر السادس على التوالي؟ إن الولايات المتحدة أوضحت جاليا بأنها لا تدعم إسرائيل في جهودها التي تحدثت عنها لكنها تدعم إسرائيل في دعم أمنها ولا تدعم هذه العمليات ضد المدنيين في جزا وبالتالي هي تدعم مواجهة حماس في ظل الحد من سقوط ضحايا بين المدنيين هذه المحادثات التي سوف تجرى عندما يصل الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن وهل يمكن أن يترجم ذلك في صورة مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد كل هذه الأنهر من الدماء الفلسطينية التي سالت طوال الفترة الماضية لست على ثقة إذا ما كان هناك أي شيء يمكن أن يمر عبر مجلس الأمن هناك دائما احتمالية لذلك ولكن ربما يكون هناك جهود سياسية في الولايات المتحدة لوضع شروط لدعم إسرائيل إذا ما شعر القادة هنا في الولايات المتحدة بأن إسرائيل تتجاهل جهود الولايات المتحدة لتوصل لمنهجية وسطية وبالتالي المسار السياسي يمكن أن يتضمن لأم المتحدة الولايات المتحدة أو أي نظام سياسي يمكن أن يؤثر على تصرفات إسرائيل خلال الأسبوع المقبلة أخيرا سيد ريتشارد نيويورك تايمز تنقل عن زعيم الأغلبية تشاك شومر قوله بأنه يخشى أن تصبح إسرائيل بقيادة نتنياهو منبوذة عالميا حتى منبوذة في الولايات المتحدة الأمريكية ما تقييمك لهذا الكلام؟ أعتقد أن السنتر شومر وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الحكومة الأمريكية كان يعبر عن قلق بأن العديد من الأمريكيين الذين يدعمون إسرائيل وأن المنهجية التي تتبنها إسرائيل والمجازر التي حدثت بعد 7 أكتوبر هي تقود من الوضع الأمني لإسرائيل طويل الأمد وبالتالي هو يدعو إلى منهجية مختلفة للتعامل مع التهديد بمنهجية مختلفة لأن يكون في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل وأعتقد أن السنتر شومر هو دعم لإسرائيل على مدار فترة طويلة من دي لاور ريتشارد شميرر الدبلوماسي الأمريكي السابق شكرا جزيلا